السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم في درس جديد على مدرساتكم الإلكترونية مدرسة يوب مدرسة يوب بتقدم منهج المرحلة في دقيقة بشكل مجاني وتقدم كل ما يهم الأسرة والطفل وتقدم معلوماتها ما لنا يشير فيديوهات على اليوتيوب برجاء اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك عن طريق الزر الأحمر ويدوس على الجرس عشان يوصلوا كل جديد فضلا وليس أمرا وكمان حتلاقوا روابط صفاتنا على الفيسبوك أسفل شاشة الفيديو لو عايزين تعرفوا ازاي عملنا الفرخة دي وحولناها من فرخة 2 كيلو أو 2 كيلو لربع لما يقرب من الأربعة كيلو تابعوا معنا لأخر الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيك يا أخواتي عمين يا رب تكونوا بخير نبدأ كده حلقتنا بالذكر الله عز وجل والصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض أكلة هيلة جدا هنحول الفرخة دي حوالي 2 كيلو إلى ربع هنحولها لما يعادل أو ما يقرب من الأربعة كيلو تعالوا نشوف إزاي هنعمل كده أول حادة معانا هنا الأكلة دي هي الفرخة المحشية بالرز والخضار الخضار ده إضافة مني لأن أنا هعملها هي بس على الغدر فبالتالي أنا عايزها تبقى مكتملة العناصر رأيز أقدم للأولاد الخضار فعشان كده أنا حطيت معاها الخضار إحنا بنشتريها من بره بتكون محشية رز بس لكن النهاردة إن شاء الله هنعملها محشية مع بعض رز وخضار وكمان كبد وأوانس تعالوا نشوفوا المقادير مع بعض عندنا فرخة كبيرة زي ما حضراتكم شايفين أو أي حج ما حضراتكم شايفينه الفرخة طبعا صيحة تماما من التلج مخصولة كويس جدا بالمنقوع الترمية والخل ومخصولة ومنشفينها هنا معايا الكبد والأوانس بتاعة الفرخة متقطعين هنا معايا الخضار مشكل معايا بطاطس بطاطسية متوسطة مقطعها وهنا مجموعة الخضار اللي هي بتبقى مجمدة على بعضها اللي هي البسلة والجزر والكوسة هنا معايا ثلاث كبيات ونص من الرز المخصولين والمتصفيين معايا وصلايا مفهومة ومعايا بصلايا مفهومة تانية متبهرة عليها البهارات اللي عليها عليها معلقة ملح نص معلقة من أو ربع معلقة من الحبهان وكمان عليها ربع معلقة من الفلفل الأسود طبعا انت بتزودي أو بتنقصي عزي ما انت عاوزة عزي انت خليهم نص معلقة فلفل الأسود نص معلقة حبهان ده يرجعلك كمان معايا هنا نص معلقة من بهارات الفراخ هزود بس الإضاءة عشان دي بخضراتكم شايفين كويس هنا معانا ايه معانا البهرات بقى رح نحطها على الرز معاني تلات معلق ونص من طبعا كله بالمعلقة الصغيرة تلات معلق ونص من الملح نص معلقة او ربع معلقة من الفلفل الاسود نص معلقة من البهرات الفراخ بهرات الفراخ دي نشتريها من عند اي عطار وتلتة معلقة من الفلفل الاسود هنبتدي كده مع بعض الخطوات طبعا الحلة هنا فيها اه حوالي معلقتين كبار من السمنة وعليهم معلقة من الزيت علشان يبس يلمع الرز يديره تلميع حلوة هنبتدي كده باسم الله هنشوف الخطوات هنعمل ايه اول حاجة هنعملها ان احنا هنريب الحلة بتاعتنا وحننزل عليها البصلة اللي هي ما فيهاش بغرات هننزلها بالمنظر ده كده تاخد تشريحة على النار لحد ما لونها يصفر من المنظر ده كده هننزلها ولحد ما لونها يصفر وبعد ما لونها يصفر هنشوف هنعمل ايه هنشوف الخطوات كلها مع بعض هنحطها على النار وحنشوف هنعمل ايه بقى في الفخة بتاعتنا انا مجهزة ميا مغلية علشان او لو عندك شربة اجهز شربة تكون مغلية عشان تنجز معاكي في الوقت هنجي بقى على الفخة بتاعتنا هنشتغل فيها ازاي هنجي على البصلة بتاعتنا اللي هي فيها بغرات هندعك كويس قوي البغرات في بعضها علشان البغرات تدخل جوه الفرخة بالمنظر ده كده وحنبتدي ان احنا نتبل الفرخة بتاعتنا من جوه هنجي كده انا اتأكدت ان البغرات خطوة مهمة ان احنا ندعك البغرات كلها مع بعضها مع البصلة هبتدي ان انا اتبل الفرخة من الداخل كده بالمنظر ده وادعك كويس جدا بالمنظر ده كده من جوه كويس قوي قوي كده من فوق يعني الداخل بتاعها يتبل حلوة قوي اتأكد ان هو متبل وبعدين حاجي هنا كده انا اتبلت الداخل كويس حاجي بقى تحت الجلد طبعا وحبتدي ان انا اتبله اتبل كل اللحمة كل الفرخة اتبله لتحت الجلد بالمنظر ده كده بيتحت الاسامنة طلعت والبصلة هبتدي ان انا اتبلها حلو كده بالمنظر ده كده من كل حتة ادخل عند الاوراك وعند الرقبة وكل مكان بالمنظر ده كده حمسح ايدي وحدي الايه او حمسة بمنظر معلقة وحدي حلو تقليبة على النار هنبس هنستنى بس رز الافون البصلة تبتل وحننزل عليه هنقولك هننزل عليها ايه دلوقتي اجيب بقى كده ظهر الفرخة بتاعتي احاول برضو ان انا اتبلها كويس قوي الجلد بتاع الفرخة بقى ازاف نفسه كده يتبل حلو قوي على قد ما نقدر طبعا لو عندك وقت تحطيها اا في التدبيلة شوية تحطيها في ده طعم التدبيلة كلها تمام كده للوقتي هو كده حواريكو شكل البصلة وصلت لحد فين ساقصي ايدي البصل اهيت دابلت معي هعمل ايه هديها تقليب بس كده هعمل ايه بقى بعد كده هي محتاجة تدبط شوية هديها تدبيلة يعني هدبلها كمان شوية وبعد هقولكو هنعمل ايه هرجعلكو بقى بعد الفاصل كده دابلت معي البصلة هنزل عليها بزي ما حضراتكم كده شايفين بي الكبد والاوانس وحديها تشويحة برضو وبعدين هقول لحضراتكم هنعمل ايه زي ما انتوا شايفين كده نزلت بالكبد والاوانس وحواريكو هنعمل ايه بعد ما نزلت بالكبد والاوانس هي زي ما وحديها تشويحة على النار ودلوقتي الخليط شوحت كتشويحة على النار حانزل بقى عليه لاحطتش البهارات على فكرة البهارات مش دلوقتي حانزل عليه بشوية مية مغلية بس يا دوبك تغطي المكونات وحاسبها تغلي مع بعضها لحد ما المية دي يعني شبه تبقى خلاص شبه اختفت وحقول لكم هنوص هنعمل ايه بعد كده احنا بس هدفنا ان احنا نسوي الخضار نص سوى هو كده كده حيكمل سوى مع الرز دلوقتي يا جماعة انا قديتها نص سلقة تقريبا وصفت المية اللي كانت بتتسلق فيها حابين تحتفظوا بالمية بس تزبطوا نفسكوا في معايير مية الرز دلوقتي حانزل بالجهارات وحديها برضو تشويحة على النار وبعدين حانزل بالرز الرز فيه تكة مهمة جدا 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 حاب اقولها لكم فخليكم معانا لعشان تعرفوا ايه هي التكة اللي بتضمن تسوية الرز مظبوط جوه الفرخ دلوقتي يا جماعة انا خلاص قديتها تشويحة على النار بس وحانزل بالرز الرز يا جماعة فيه خطوة مهمة جدا 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 عشان نبقى فاهمين وحواريها لكم برضو عملي الهلقة دلوقتي وحواريها لكم عملي دلوقتي انا نزلت الرز تلات كبات ونص زي ما انت عايزة طبعا تزودي الكمية تقليل الكمية ده شيء يرجعلك بس دي بس كل المكونات تقليبا عشان الرز كمان يلون باللون بتاع الخضار والبهارات النقطة بها المهمة جدا دي ان الرز بيكون تلات اربع سوى يعني ايه الكلام ده يعني يا دوبك الرز يشرب ميته يشرب انا هحطه طبعا اتوا عارفين كلكو اساد زي وعارفين ان الرز المصري بياخد كل كباية مية كل كباية رز كباية مية فا ايه اللي هيحصل بالضبط دلوقتي انا هنزل المية عليه اول شربة او اي ان كان اللي هتحطينه هتنزلي الشربة اول مية تلات كباية مية ونص زي ما هواريكو دلوقتي بسم الله كده دي مية مغلية عشان زي ما قلتلكو انجز مع بعض ادي اول كباية ناخد بها بس ان الميار يبقى مزبوط ادي تاني كباية ادي تارت كباية وادي المصة كباية بتاعتنا هنحط على النار يغلو بعدين نخفض النار تماما لحد ما يبتجي الرز كله يتشرب يعني عايزين نشوف الروز كله مفيش مية كده زي ما احنا شايفين هنستنى بالضبط خمس دقايه بعد ما الروز نشرب وحناخد وحنشوف هنعمل ايه وحنشوف هنعمل ايه خطوة مهمة جدا جدا عشان نجاح الطريق ان شاء الله دلوقتي يا جماعة الروز زي ما انتم شايفين يعني استوى تلا يعني يعتبر تلتين سوا لسه يعني هو الحباية لسه فيها حتة قرشة كده يعني مشطرية وده مطلوب علشان انا لو دخلت الرز مش مستوي مش هيستوي جوه الفرخة لان هو بيحتاج كمية مية كبيرة عشان تتشرب والبخار اللي حيندو جعان استويها الفرخة مش كاف ان هو يسوي مش كاف ان هو يسوي الرز دي نقطة الاولى نقطة التانية لو انا استنيت ان هو سواه يكمل اللي حيحصل ايه ان هو لما يقحش الفرخة دلوقتي الرز ده هيعجن ومش هيبقى بيله ملامح بقى لما يستوي خالص هو اصلا هيعجن وحيبقى كتلة فطبعا هيبقى شيئسية جدا وهتبقى الوصفة بتاعتنا شكلها مش ظريف خالص ومش نفعه خالص وهتبقى مش ظريفة لكن هي كده خلاص فضلها تكة بسيطة الرز فضله تكة بسيطة ويستوي فبناء عليه ده بقى انا حاخده هكمل سواه على النار وعلا اساس ان هو يبقى الفرش اللي حتتحط تحت الفرخة في التأذيم تمام كده فهنا هسيبه كده يكمل سواه وحقول لكم هنعمل لي بقى دلوقتي حلم بالروز ده اهم انا معاكم اهم هاخد بس الرز ده احتياطي حقسمه على طبقين وحقول لكم ليه ادي الطبق التاني علشان حضرتكم عارفين ان انا هحشي ده في جوة الفرخة فعشان ما بوصي الرز كله نفترض ان انا محتاجتش الكمية دي كلها هل بقى الرز ارميل لا يبقى انا هخليه هنزله تاني في الحلة وكمل نحشي كده مع بعض وقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يفضل انت السيبيه يبرد طبعا انا عشان لفسك وانتي فالعملية مش هتفرق معايا كتير فهقول كده بسم الله بطيدي ان انا احشي بسم الله احشي جوة الفرخة حلوة قوي طبعا سخني جدا ممكن استخدم معلقة بس المعلقة هتقطع معايا فعشان كده بقى هنحاول نستحمل مع بعض انت في البيت حاول ان انت سيبيه هحاول لواريك كده قدامك حاول ان انت سيبيه ياخد وقته يبرد دلوقتي انا بنزله الفرخة ححشي بقى على قد مقدر بس يعني حسيب جزء من الايه من الفراغ بتاع الفرخة فاضي علشان الرز يكمل سوا تمام ادي بالمنظر ده كده اتحشت حسيب بقى جزء بسيط كده فاضي علشان ايه الرز يكمل سوا طبعا زي ما نشايفين علشان الرز ما دخلش مستوي مية في المية فمش هيعجل معي نبتدي بقى نحشي ازاي نبتدي نحشي الجزء اللي هو الجلد تحت الجلد طبعا انا بهارت معاكو وزبطته هنحشي بقى على قد ما نقدر بس برضو هنسيب كمية يعني مش هنحشي للاخر علشان نسمح برضو دي الرز اللي هو يستوي وان الجلد ما ينفجرش مننا بصوا حاجة على غقبة كده هنا هقوم مدخلة فيها برضو رز زي ما انتو شايفين كده كده هنحول ان شاء الله الفرخة لاربع كيلو بازن الله وتبقى حاجة فخرة مغزية جديدة ممكن يعني بنشتريها من بره مش بنعرف يعني في ناس كتير بتخاف تعملها انا نفسي كنت من الناس دي لان بصراحة كنت بخاف ان الرز ما يستويش معايا بشكل جيد او الفرخة متشتريش ما تستويش معايا بشكل جيد برضو هقول لكم ازاي نسوي الفرخة حلو بازن الله بشكل ممتاز بازن الله تطنع زي بكل الوقت انا مسخنا الفرن خلصنا الطبق الاولاني انا كده في امان بمعنى ان انا ما بوصش الرز بتاعي ممكن اخد برضو كده بالمغرفة عشان ما بوصي الرز بالمنظر ده بس ان شاء الله هي احد اخد الرز كله يعني ناخد كده نبتجي نحشي كده بالمنظر ده كده صدر الفرخة كله نحشي وز وخضار طبعا الحدة الخضار دي تركها مني اه وطبعا فيه ناس بتعملها بالخضار بسم الله ما شاء الله بس في المحلات ما بيعملوهاش يعني بيبقى بالرز بس من منظر ده كده شايفين يا جماعة شايفين بقي الضخمة ازاي ده انا هكمل الرز كله بازن الله فايه هناخد كده اللي وقع من هنا على الرخامة فيش مشكلة دلوقتي بقى بندخل عند الفغد دلوقتي انا حشيت البطن تقريبا كلها دلوقتي بدخل بقى فين عند منطقة الافخاد اللي هي مناطق دي شايفين يا جماعة اللي مفرغوها ايه شايفينها هقوم كده مدخلها طبعا كل اللي اللي وقع مني ده هجيبه بقى دلوقتي عشان هدخل كده عند الفغد شايفين كده عند الفغد شايفين اخد كده وادخل ونحشي نكبر بقى نكبر فرخاتنا كي بالضبط كده يعني هي هتقلب ايه نقول دي كومي صغير دلوقتي على طول برضو ذكر الله معاكم في المطبخ يا جماعة اولا حسنات حسنات وذي يعني سبحان الله دي من خصائص امة الاسلام ذكر الله عز وجل فنذكر ربنا على طول بنكسب حسنات بيأثر على طعم الاكل بيطلع طعمه كل حاجة بتتأثر بذكر الله سبحان الله زي ما انتو شايفين كده الفغد بتاعتنا باقد حاجة ضخمة حاجة حاجة ممتازة هاخد انا الحب دول الحطون برضو في الرقبة كده طيب دي بقى هتستوى ازاي طبعا سوقت بيطرح نفسه دي فرخة كبيرة انا مش هسلقها مرح اعمل فيها ايه هقولكو دلوقتي هنعمل ايه خلاص كده بحان حاول ان احنا ننظفها من الرز ممكن ده مش هيفرق معايا كتير قوي يعني اهو كده انا تمام كده انا برضو مش مش مالية الجلد قوي على اساس ان انا اسمح له انه هو اه اه اعمل ايه هجيب بقى صنية وده كيس حراري كيس حراري كيس حراري بنتجيبه من اي سبار مرفت المتوفر يعني فوش اي مشكلة وحندخل فرق الفرقة بتاعتنا في الكيس يعني نعمل من الله ان هي بازن الله ايه تدخل بدون مشكلة لان هي هي كبرة قوي ما شاء الله بإذن الله تدخل معانا لان غير مشاكل نعملها كده اخضر واحدة نحاول ندخلها كده مع بعض هو في اكياس اكبر من كده على فكرة بس ده الكيس المتواجد عندي دلوقتي فانا هتحاول لانا ايه استغله لكن في اكياس حجمها اكبر من كده بكتير فهتأكبر بالتأكيد يعني ندخل كده واحدة واحدة ندخل الجناح عشان ما ما بوضنوش الدنيا واحدة واحدة كده اهيت 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 دخلت معايا نلم بقى كل الغز اللي نازل مننا ونحطه برضو ونحطه منسيبش اي حاجة خالص اهو هحطه بقى جوة الفرخزة نفسية عشان الجلد كده ايه ما ينفجرش مني طيب بعد كده هعمل ايه هقفل الكيس هجيب الكيس كده واقبرمه حاول اقاول اقفرغه من الهوى اقفرغ الكيس بتاعنا من الهوى واجيب القفلة دي بتبقى موجودة بقى جاية مع الكيس ده نفسه ونقفله بشكل ايه بشكل محكم بالمنظر ده كده قفلة محكمة زي ما انتم شايفين هدخل على فرن صخن اللي مدة ربع ساعة بس تسخن الفرخة معايا من جوا ومنبرق او من النار المتوسطة بالمتوسط وهدي في الرف اللي في النص وحنسيب الفرخة بتاعتنا تستوى هتاخدها ديفس وقلنا نص ساعة اه حوالي كده يعني في التوتل او ككل من ساعة وربع لساعة ونصف بتاخد وقت كبير ليه عشان احنا حاشين الفرخة من الجوا بالرز فعايزين نضمن الفرخة من جوا اللحم بتاعها استوى مش نفديجي نفتحها اللي هي حمرة زي ما احيانا بنشتريها من بعض المحلات اللي هما بيكونوا يعني استرعوا في تسويتها بس هننضف الصينية بتاعتنا عشان ده ما ينزقش فيها وحندخلها الفرن ان شاء الله وراء لكم اذن الله بعد ما تستوى اذي يا جماعة خلاص الفرخة ما شاء الله الاقوة الا بالله استوت وباقت ما شاء الله ممتازة جدا زي ما شايفنا حمرت وزي ما زي بقت زي الفل اه انا قاعدتها بالضبط حوالي ساعة ونصف الفرن عملت ساوتها ازاي اول حاجة دخلتها في الرف اللي في النصف على نار عالية جدا لمدة تلت ساعة بعد كده خفضت النار بين الهدية وبين المتوسطة لمدة تلت ساعة الخمسة وعشرين دقيقة بعد كده قلبتها على الجنب التاني يعني اهي كترى ضهراء قلبتها على الجزء اللي احنا حاشين فيه الرز لمدة اللي بقيت الوقت اخدت فيه الفرن حوالي ساعة ونصف وبقت هيلة جدا زي ما انتو شايفين انا بس لو لا ان هي فترة على معادل غدا كنت فتحتها قدام حضراتكم واردكم شكلها عامل ازاي وادي الرز اللي احنا سوناه مع بعض حطيته في سيرفيس ان شاء الله بقى هو على وقت الغدا هتكون هيكون اللي يعني الفرن بردت فان شاء الله هدخلها اسخنة في الفرن وشايفين يا جماعة شوية الصوس والعصارة اللي فضلين في الكيس دول هحطهم على السيرفيس بتاع الرز وحسخنوا بقى بيه على اساس ان هي تاخد من ريحة وطعم الفرخة ويبقى كن الرز برضو ده مستوي مع الفرخة اتمنى ان تجربوها وزي ما شايفين استوتوا بقت زي الفل فاش اي مشكلة وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تعملوا ضيق للحلقة وشيرينج ليها على صفحاتكم على الفيس بوك سبسكريب للقناة اشكركم جدا والسلام اشتركوا في القناة